بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان من علم الموارث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الثالث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء قدر والصلاة والسلام على نبينا محمد الداعي إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على نهجه واتبعوا طريقته في الدعوة والجهاد وفي العلم والعمل أما بعد أيها الإخوة المستمعون نواصل الحديث معكم في موضوع أحكام الموارث ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن بيان حكمة الإسلام في تقدير الموارث ردا على بعض الملحدين الذين يعترضون على هذا التقدير حتى شبهوا على بعض ضعاف الإيمان من المسلمين ومن الذين قل علمهم بأحكام الدين فنقول وبالله التوفيق إن الله سبحانه حكيم عليم يشرع لعباده ما يشرعه لهم من الأحكام لحكمة بالغة لأنه منزه عن العبث ولذا وصف نفسه بكمال العلم وكمال الحكمة وكثيرا ما يقرن الحكم بعلته ويشير إلى حكمته ومن ذلك أنه حينما ذكر مقادير الموارث بقوله يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ لونثيين ختم الآية بقوله تعالى وكان الله عليما حكيما وذلك لتشعر القلوب بأن حكم الله سبحانه وتعالى مبني على العلم والحكمة ومراعاة مصالح العباد فهو يعلم وأنتم لا تعلمون وقد شرع سبحانه للتوريث نظاما حكيما عادلا قرر فيه ملكية الإنسان للمال عقارا ومنقولا مدة حياته ثم ينتقل بعد موته إلى ورثته حسب توزيع لا حيف فيه ولا شطط وبيّن الحقوق المتعلقة بعين التركة وترتيبها وشروط الإرث وأسبابه وموانعه وحظ كل وارث ولم يدع شيئا مما يستدعيه انتقال ملكية التركة من يد المورث إلى ورثته إلا بيّنه بيانا شافيا إقرارا للحقوق في نصابها وقطعا لأسباب التخاصم في ملكية التركة بعد الميت قد يحصل عند بعض الناس تساؤل حول الحكمة في تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث والجواب عن هذا التساؤل يظهر بتأمل وظيفة كل منهما في الحياة فالذكر أحوج إلى المال من الأنثى لأن الرجال قوامون على النساء ولأن الذكر أنفع للميت في حياته من الأنثى قد أشار سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله بعد أن فرض الفرائض وفاوت بين مقاديرها قال تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع وإذا كان الذكر أنفع وأحوج من الأنثى فهو أحق بالتفضيل فإن قيل فلماذا إذن سوى بين الذكر والأنثى من ولد الأم قيل لأنهم يرثون بالرحم المجردة فالقرابة التي يرثون بها قرابة أنثى فقط وهم فيها سوى فلا معنى لتفضيل ذكرهم على أنثاهم بخلاف قرابة الأب وبالجملة فالرجال يفضلون على النساء إذا كانوا في درجة واحدة لاختصاص الرجال بمسؤوليات ومهام لا تقوم بها النساء ويحتاجون فيها إلى المال بخلاف النساء فإنهن كل على آبائهن وأزواجهن وأبنائهن فأعباء الرجال غير أعباء النساء في هذه الحياة والغنم بالغرم وقد أشار سبحانه إلى حكمة تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث بقوله سبحانه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم لأن القائم على غيره المنفق ماله عليه مترقب للنقص دائما والمقوم عليه المنفق عليه المال مترقب للزيادة دائما والحكمة في إيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة جبرا لنقصه المترقب ظاهرة جدا ولشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كلام جيد في هذا الموضوع ذكره في تفسير قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم نقتطف منه ما يلي قال رحمه الله ومن هدي القرآن للتي هي أقوم تفضيله الذكر على الأنثى في الميراث كما قال تعالى وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً أنه يبين لخلقه هذا البيان الذي من جملته تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث لألا يظلوا فمن سوى بينهما فيه فهو ظال قطع ثم بيّن أنه أعلم بالحكم والمصالح وبكل شيء من خلقه بقوله والله بكل شيء عليم وقال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شك أن الطريقة التي هي أقوم التي هي أقوم الطرق وأعدلها تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث الذي ذكره الله تعالى كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم وهو الرجال على بعض وهو النساء وقوله وللرجال عليهن درجة وذلك لأن الذكورة كمال خلقي وقوة طبيعية وشرف وجمال والأنوثة نقص خلقي وضعف طبيعي كما هو محسوس مشاهد لجميع العقل لا يكاد ينكره إلا مكابر في المحسوس إلى أن قال رحمه الله وإذا علمت ذلك فاعلم أنه لما كانت الحكمة البالغة تقتضي أن يكون الضعيف الناقص مقوما عليه من قبل القوي الكامل اقتضى ذلك أن يكون الرجل ملزما بالإنفاق على نسائه والقيام بجميع لوازمهن في الحياة كما قال تعالى وبما أنفقوا من أموالهم ومال الميراث ما مسح في تحصيله عرقا ولا تسبب فيه البتة وإنما هو تمليك من الله ملكهما إياه تمليكا جبريا فاقتضت حكمة الحكيم الخبير أن يؤثر الرجل على المرأة في الميراث وإن أدليا بسبب واحد لأن الرجل مترقب للنقص دائما بالإنفاق على نسائه وبذل المهور لهن والبذل في نوائب الدهر والمرأة مترقبة للزيادة بدفع الرجل لها المهر وإنفاقه عليها وقيامه بشؤونها وإيثار مترقب النقص دائما على مترقب الزيادة دائما لجبر بعض نقصه المترقب حكمته ظاهرة واضحة لا ينكرها إلا من أعمى الله بصيرته بالكفر والمعاصي ولذا قال تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين ولأجل هذه الحكم التي بينا التي بينا بها فضل نوع الذكر على الأنثى في أصل الخلقة والطبيعة جعل الحكيم الخبير الرجل هو المسؤول عن المرأة في جميع أحوالها وخصه بالرسالة والنبوة والخلافة دونها وملكه الطلاق دونها وجعله الولي في النكاح دونها وجعل انتساب الأولاد إليه لا إليها وجعل شهادته في الأموال بشهادة امرأتين في قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهد انتهى كلامه رحمه الله فالذين ينكرون تفضيل الرجل على المرأة في الميراث ويحاولون تسويتها به فيما لم يسوها الله بها فيه إنما هو اعتراض على حكم الله ومخالفة للفطر والعقول وبالتالي هو كفر بالله عز وجل وإلحاد في شرعه وتغيير لأحكامه الشرعية فتبا لهم ولعقولهم السخيفة ولفكرهم المنحرف وهم بهذا يظلمون المرأة حيث أعطوها ما لا تستحق كما ظلمتها الجاهلية الأولى بمنعها مما تستحق والعدل والإنصاف إعطاؤها نصيبها اللائق بها وهو حكم الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وإلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين